السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية اليوم إن شاء الله وإتماما لسلسلة حوارات فرنسية مترجمة ومقرؤة اليوم إن شاء الله سوف نرى حوار جد شيء ورائع وسوف يدور هذا الحوار في مخفر الشرطة بين شاب فقد محفظته وشرطي الموجود في المخفر الحوار بعنوان أو كوميساريا لا تذهبوا بعيدا ابقوا معي وكما أخبرتكم اليوم إن شاء الله سوف نرى أيضا حوار جد شيء ورائع وهذا الحوار سوف يدور في مخفر الشرطة يعني بالفرنسية أو كوميساريا وهو مخفر الشرطة فلنبدأ على بركة الله كمال كمال وهو الشخص الذي سوف يذهب إلى مخفر الشرطة أكيد أنكم سوف تحتاجون هذا حوار لا قدر الله أو المهم أن تستفدوا من جمعة من المصطلحات والجمل التي قد يحتاجها أي شخص إذا ما قدر الله ووجد نفسه في نفس الموقف يعني فقد شيئا ويريد أن يذهب إلى مخفر الشرطة لكي يبلغ عن هذا الشيء المفقود فلنبدأ على بركة الله كمال Bonjour monsieur le policier J'ai perdu mon portefeuille et j'aimerais faire une déclaration de perte مرحبا سيدي الشرطي لقد فقدت محفظتي وأرغب في إجراء بيان فقدان La déclaration de perte وهي البيان الذي نقدمه للشرطة الذي متخلاله للتعبير على أننا فقدنا شيء فقدت محفظتك فقدت سيارتك فقدت دراجة فقدت أي شيء مهم une déclaration de perte قال البيان فقدان وقادة أرغب في جواب الشرطي الذين هات painت الذين أ electronicallyering ابن أرغب في سيارة الاقت露 notamment هنا يقصد المحفظة أين فقدتها أفهم ماذا رد كامال سور لشان زيليزي سور لشان زيليزي صحيح إذا قلنا سور أو دان لشان زيليزي يعني مزمون العبارة صحيحة ولكن عبارة سور لشان زيليزي يعني بالشان زيليزي يعني أنه فقدم حفظته في مكان يسمى لشان زيليزي لشان زيليزي لشان زيليزي دقاء نفعل 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 دقاء نفعل 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 لن نعطي البيان لكنني سأحتاجوا أولا إلى بطاقة هاوياتيك ما ذا كان جواب كامال دسولة لكنني سأحتاجوا أولا إلى بطاقة هاوياتيك لكنني سأحتاجوا أولا إلى بطاقة هاوياتيك من permis de conduire وما كارت بانكار دسولة أسف لكنني سأحتاجوا أولا إلى بطاقة هاوياتيك لكنني سأحتاجوا أولا إلى بطاقة هاوياتيك هو طلب منه بطاقة هاوياتيك لإعداد بيان الفقدان لكنني سأحتاجوا أولا إلى بطاقة هاوياتيك لماذا؟ المحفظة التي فقدها إليا في اوشي من permis دو كندوير كان هناك أيضا رخصة قيادتي اما كارت بانكار و بطاقة البانكية برمي دو كندوير و بطاقة يعني رخصة القيادة و بطاقة البانكية و اما كارت بانكار ماذا كنا جواب شورتي؟ ماذا كنا جواب شورتي؟ لديك طلب كل هذا مرة أخرى الشرطي أخبره أنه إن لم يستطيعوا إيجاد محفظة فسوف يتعين عليه إعادة جميع الأوراق هنا يقصد أنه يقصد جميع الأوراق التي ذكر أنها في المحفظة بطاقة الهوية بطاقة البانكية رخصة القيادة أن هذه الأوراق كلها سوف يحتاجها و يتعين عليه إعادة طلبها مرة أخرى هذا ما قاله الشرطي ماذا كان رد كامال؟ حفوان ماذا كنا جواب شورتي؟ صحيح باليقصد من comunicة لذلك في Pun تتدين هنا أعطاه الحل من خلال تقرير الفقدان أو بيان الفقدان avec la déclaration de perte يمكنك الحصول على نسخة من رخصة القياد الخاصة بك في المقاطعة هذا هو الحل الذي أعطاه بأنه من خلال بيان الفقدان سوف يأخذ نسخة من بيان الفقدان إلى المقاطعة ومن خلال هذا البيان يمكنك طلب نسخة أخرى لرخصة القيادة avec la déclaration de perte يمكنك الحصول على نسخة من رخصة القياد الخاصة بك في المقاطعة هذا جيد كمال اوكي سيبون اوكي سيبون حسن هذا جيد بعد ذلك الشورتي يقول له ه الشرطي هذا هو الشرطي أخبره يعني حسنا قالوا املأ هذه هنا يعطيه استمارة استمارة لمال جميع المعلومات استمارة التي من خلالها سوف يقوم بإعداد بيان الفقدان داكو رمبلة سيت ديكلاغاشن وهي استمارة بيان الفقدان ودى ثلاثة أيام اذا لم نتمكن من العطور عليها ايه لم يتمكنوا من العطور على المحفظة ودى ثلاثة أيام في غضون ثلاثة أيام اعطاه ورقة أخرى ومعك هذه القائمة من الواتق لماذا؟ لكي يقوم بطلب جديد لأخذ بطاقة الهوية بما أن الشرطة هي المسؤولة عن تسليم بطائق الهوية بما أنهم لم يجدوا المحفظة ولم يحفظ بها بطاقة الهوية فمن الضروري أن يعد بطاقة الهوية جديدة لهذا قال له أعطاه مجموعة من الأوراق التي يجب أن يعدها لكي يقوم بطلب بطاقة الهوية جديدة ماذا قال كمال فوالا لديكلاغاتيون أفك تو لزينفورماتيون يعني بعد أن أعطاها تلك الإستمارة كمال قام بملئها لجميع المعلومات وأعطاها له وقال له فوالا لديكلاغاتيون أفك تو لزينفورماتيون فوالا لديكلاغاتيون أفك تو لزينفورماتيون إليك البيان بكل المعلومات هنا voilà لديكلاغاتيون أم أن أعطاها تلك الإستمارة لأننا هنا نتكلم عن المعلومات voilà la déclaration avec toutes les informations وليسا toutes les informations une information avec toutes les informations إليك البعين بكل المعلومات ماذا ردد الشرطي le policier merci on va t'envoyer ton portefeuille si on le trouve mais il y a peu de chance ماذا ردد أو كرير merci عندما أعطى الشرطي يقول له merci شكرا on va t'envoyer ton portefeuille سنورسل لك محفظاتك si on le trouve إذا وجدناها mais il y a peu de chance ولكن هناك فورس دائلا peu de chance de trouver le portefeuille هناك فورس دائلا لإيجاد المحفظة بعد ذلك كامال يقول له merci monsieur le policier au revoir merci monsieur le policier au revoir شكرا شكرا لك سيدي الشرطي إلى اللقاء ثم يرد الشرطي au revoir وداعا وهكذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الحوار الشيق أكيد أنكم سوف تكونوا قد استفدتم مجموعة من الكلمات مجموعة من الجمل حاولوا كما أطلب منكم دائما تكرار هذا الحوار مرة واثنان وثلاثة لكي تترسخ بعض العبارات والجمل في دهنكم وهذا هو الفائدة من هذه الحوارات هذا هو الفائدة من القصص التي أعطيكم الحوارات القصص كل ما أعطيكم مثل هذه المسائل هو لتقوية رصيدكم اللغوي كل جميع السلسلات التي أضعها في قناتي سواء وتغدموا سواء القصص سواء الحوارات كل هذه السلسلات لتقوية رصيدكم اللغوي المطلوب منكم فقط هو تكرار الدرس مرة واثنان وثلاثة لكي تستفيدوا على أمل اللقاء بكم مجددا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء